بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قناة المراعي لتسمين العجول أبقار الحلات حلقة اليوم نتكلم عن تجنب الأخطاء اللي بيقع فيها المربين لضمان لتحقيق أو لضمان موسم حليب جيد عشان أنت تحقق موسم حليب جيد وتصل بالبقرة أو بالجموسة لأعلى إنتاجية من الحليب الأخطاء اللي تبعد عنها أو للأخطاء اللي وقع فيها المربين عشان أنت تجنبها معايا حوالي من خمس إلى سبع أخطاء الشائعة نحن نتجنبها لتحقيق أعلى إنتاجية من الألبان ولتحقيق موسم حليب جيد بس أتمنى قبل ما نبدأ في الحلقة الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أولا جروب الويتس أب الرابط بتاعه موجود في التعليقات اللي عايز يشترك في جروب الويتس أب يقع معنا إن شاء الله يتفضل يشترك وإن شاء الله بالنسبة لمحافظة السيوت وصهاج وغينا ونقصر دي أربع محافظات بتاع مصر اللي هم الصعيد مش متوفر فيهم بعض الأكساب إن شاء الله إحنا بنوفر لكم كسف فلسوية كسف الكتان كسف بزة القط أي حد محتاج أي حد جولتوفيت 16% أي حد محتاج أي حد في الأربع محافظاته لتبتوع محافظات الصعيد يتصل بيه ونفره إن شاء الله لهو محتاجه هل تكلم مع بعض في الحلقة دي هل تكلم عن تجنب أخطاء المربين لضمام موسم حليب جيد أول حدف الأخطاء اللي بيقع فيها المربين وهو عملية استعجال الحمل بعد الولادة في فترات اسمها فترات الراحة من بعد عملية الولادة سواء أبقار أو جموس في فترة اسمها راحة فترة الراحة يعني تصل فترة الراحة من 60 يوم إلى 90 يوم في الأبقار ما ينفعش إن أنت تعشر فيها البقرة قبل ما تكمل 60 يوم تمام وحد أقصى 90 يوم في جموس فترة الراحة كان من 90 إلى 120 يوم ما تستعجلش لازم البقرة بعد الولادة تاخد ثلاث شهور أو الجموس بياخد من ثلاث شهور إلى أربع شهور بيسترد فيها صحة بقرة أو الجموسة بتسترد صحتها وعفيتها فيها عشان تقدر تصل لأعلى انتاجية في خلال فترة الراحة دي بتصل البقرة أو الجموسة لأعلى انتاج لها لو أنت سبقت في عملية التعشير كده البقرة أو الجموسة مش هتوصل لأعلى انتاجية يعني بيوصل لأعلى انتاجية لي وبعدين بيبدأ ينزل مع بداية الحمل تمام لما انت بتتسرف عملية الحمل يبقى انت كده مش هتوصل لاعلى مراحل انتاج الحليب تمام جماعة لازم نلاحظ ان فترات الحمل دي شيء ضروري من 60 الى 90 يوم في الابقار ومن 90 يوم الى 120 في جموس لازم لازم البقرة ترتاح او جموس ترتاح عشان تبدأ في مراحل الحمل من جديد تمام ملحوظة بيقول لي اذا كانت الجموسة ضعيفة او سمينة ضعيفة جدا او سمينة لابد ان تكون فترة الحمل الراحة من 90 الى 120 يوم يبقى افهم مين من هنا ان فترة الراحة في الجموس 90 يوم بس في حالة ان لو كانت سمينة قوية او ضعيفة قوية لازم اطول فترة الراحة اللي هي من 90 الى 120 هذا وده شهر تاني ليه عشان السمينة اسيبها تنحف شوية عشان ما يفعش تخش الحمل وهي سمينة واضعيفة لازم برضا تكون مسكة صحتها ويعني بتكون ايه مش تضحة باينة وصحتها لازم تكون جموسة كويسة كويسة صحيا وكويسة بدنيا عشان تدخل في عملية الحمل طيب تاني حاجة ايه بنقول التغذية التغذية شيء اساسي في عملية الانتاج الحليب التغذية من الجموس تختلف على البخر بمعنى ايه الابقار عالية الاضرار او الابقار بتاخد سواء من تواصل الاضرار او لغاية عالية الاضرار بتاخد بروتين من 18 الى 20% يبقى اختلف من 18 الى 20% ده احتياج الابقار من البروتين طب في الجموس بتحتاج 16% فقط 16% فقط من البروتين طب وفي حالة زيادة نسبة البروتين ايه لا هيحصل لا هيحصل اوه حدا ان انت بتخسر فلوسك لو انت زوات نسبة البروتين للجموس اكتر من 16% انت بتخسر فلوسك دي حاجة تاني حاجة ايه اللي بيحصل الطاقة اللي هي واخدها جموسة من الزرة او الشعير او القمح بتاخد بدلا ما هو بفيه جسمها لا بتاخد الطاقة دي بتخليه بتحولها عشان تقدر تاخده من البروتين اللي هو زياد فكده في اهدار في الطاقة في اهدار في الطاقة وفي اهدار في الفلوس يبقى بروتين جموس 16% بروتين الابقار من 18 الى 20% يبقى لاحظ نسبة البروتين دي وما تخطهاش طيب تالت حاجة الحموضة والعدوي اللي دود للي عملية الحليب وهو الحموضة تمام يقولك تؤثر في عملية انتاج الالبان وعشان ننقذ عملية انتاج الالبان وما يحصلش ايها تأثير ايه هي الحل؟ في حل مادي وحل مجاني الحل المجاني العلفة المالقة اخشينها بدل ما هي نعمة الاتبان بدل ما هي نعمة لا اخلي القصب بتاعها من 3.5 الى 5.5 صندوق ليه طيب؟ profile فعشان عملية الاشترار كل ما يكون للاطبان كبيرة كل ما يكون في عملية الاشترار الاشترار الي هو الريمر في البوق دي بgot ديموسة على علاف الجموسة ما يقول لك ملحوظة هنا يقول ملحوظة الحموضة تقالل للشاهية وترفعها مرة واحدة في ذلك ما فيش عملية فيش استقرار الحموضة ممكن تلاقي البقرة أو الجموسة شاهيتها ضعيفة ومرة واحدة تلاقي شاهيتها عالية فيش استقرار في عملية الشاهية استنجد ايه من ديه استنجد ان عملية الحليب مش مستقرة ما فيش استقرار في عملية انتاج الحليب طيب نتكلم بعد كده عن الحلب اليدوي الآلي العنف في الحلب اليدوي أو العنف في الحلب الآلي برضك بيأثر على عملية انتاج الحليب وبيجل منها طيب ازاي العنف ان انت بتمسك الحلمة بيديك كلها بكافة اينا كلها بتمسك الحلمة وبتشدها لتحت تمام فبيحصل ان كده الحلمة نفسها بتطمط الحلمة نفسها بتطمط فمن مخرج اللبن لغاية الحلمة بطول فزيادة المسافة ديه بتأثر بتخلي بدل ما انت بتطلع الالبام 100% بتاخد اللبن مثلا 100% لا بتاخده من نسبة 80% الى 70% فهنا في هادر الناس في الصعيد اللي هم قبل الجاموسة متعشر او البقر بعد متعشر بيقعد يسحبوا في حالة مثل الجاموسة عشان تطول ده خطأ انت بتطول عملية من انتاج الالبان لخروجه بتطول المسافة بتطول المسافة طب تكون 말이 هادر الهادر هوا ايه؟ الهادر من 20% الى 30% تمام؟ وده خطأ ثاني حاجة اللي هو ايه انك اطبت بيمسك بصبعك كلهم بتشد لتحت بتشد لتحت فبسبب هادر طب طريقة الصحيحة، ايه؟ انك اطبت بتمسك بصبعك بتمسك لحالة، بصبعك الإبهام والسبابة وبعدين تكفي تكفي لصبعك اللي تحتيه ثم اللي تحتيه ثم اللي تحتيه لغاية الصابع كلها ما تتقفل يعني بتبسك بصابع كلا إبهام وسببة بتضمهم عليها على الحلمة وبعدين تبدأ تكفل الصابع ثم اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده وتضم اللي بعده اللي بعده اللي بعده وهكذا تمام؟ وناس أعتقد الناس سهماني العملية دي أسهل بكتير من عملية الشد وما فيهاش أي خطورة على الضرع دي طريقة صحية ملحوظة أقولك طريقة الخضاءة في الحليب لا بتقلل نسبة إنتاج الحليب بتقلل إنتاجه بالنسبة كام من 20 إلى 30% يعني تخلي البقرة أو الجموسة تنتج 80 أو 70% بس اللي بتاخدهم العشين وال30 دولة هادر ملحوظة ثاني التخويف إن كده بتضرب الجموسة أو بتضرب البقرة عملية التخويف للجموسة أو الأبقار ده بيخلى بتنتج هرمون الأدريين اللي هو هرمون الخوف والهرمون ده بطبيعته ضد هرمون الحليب فبيخليش هرمون الحليب ينتج الحليب الكافي عدم التخويف يا جماعة ما تضربش البقرة أو الجموسة وما تخوفهاش عشان ما تخوف بيخلي بينتاج هرمون الأدريين فبيخلي ذلك ضد الهرمون ده ضد هرمون الحليب فمش هيخليش الجموسة أو البقرة تقوم بعملية إنتاج الحليب الكافي يا جماعة الأخطاء اللي احنا بنقوله فيها دي أخطاء موجودة بالفعل عند ناس كتير وأتمنى الكل كمل معاه للآخر مشاهدة حلقة للآخر عشان تستفيد طيب هنتكلم بعد كده عن إيه برضك في الأخطاء هنتكلم عن الخضاء السادس وهو خضاء إيه نقول من الحوز الأول في الحلب الآلي الحلب الآلي ضغط المكينة ما يزيدش عن 60% أو 60 كيلو بكسل 60 كيلو بكسل أو 60% ده ضغط المكينة والنبضات النبض النبضات بتاعت النبضة لا تزيد عن ولا تزيد ولا تقل عن 70 نبضة في الدقيقة يبا النبضات ما لا تقل ولا تزيد عن 70 نبضة في الدقيقة وضغط المكينة 60 كيلو بكسل تمام ده بالنسبة لحلب الآلي عشان ما يحصلش برضك عملية إهدار للألبان وما يحصلش برضك عشان حقق موسم حليب جيد طيب رقم خامسة الإهمال في التحصينات الوبائية مثل تحصين حم القلاعية وتحصين التسامن الدموي 2 دولار إذا انت محصنتش وتصابت الأبقار عندك بجل إنتاج الحليب 50% هتقول لي ما أنا هعليش أو هتجوم والبجرة هتجوم بس البجرة بدلا ما كانت بتنتج مثلا 18 كيلو هتروح تنشد لك 5 كيلو أو 7 كيلو من 5 إلى 7 كيلو فبتفقد أكتر من التلتين من الحليب تمام وحتى لو انت علدتها هتأخد التلتين وتفقد التلتين يعني تأخد من اسم 70% وهتفقد 30 إلى 40% هتفقد من 30 إلى 40% بسبب أن الحم جاءت للبقرة وانت ما محصنهاش طب انت لو محصنها لو انت محصنها وجاءت الحم برضك أي حم منهم هتيجي خفيفة على الأبقار مش هتأثر معاك تمام أما انت لو تصابت الأبقار وانت ما حصنتهاش خالص الأبقار في الأول هتفقد 50% من الحليب أو أكتر من 50% من الحليب تفقد 60% كمان تفقد 60% في الحليب وبعد ما يخف هيرجع الحليب بنسبة 70% يعني هتفقد 30 أو 40% من الحليب وده عنصر أساسي الحم دي عدو لدود لدود للحليب طيب رقم 6 وهو الصفات الوراثية الصفات الوراثية يعني في زي عندنا في الأبقار بنقول في أبقار منتدة للحليب وفي أبقار منتدة للحوم وفي أبقار منتدة للحليب والحوم يوب نفس القصة عندي الأخطار الجموسة الجسم الجيد الدرع المتساوي الحلمات المتساوية دي كلها بعض الأمور والصفات الوراثية فيها يعني عندك الجموس الإطلاع والهندي أفضل بكثير من المصري المصري برضا كويس بس فيه صفة وراثية أفضل من التانية بتبقى زيادة بتنتد كميات البال أكتر من التانية تمام أبتعد عن الجموس اللي جسمه ضعيف اللي طلعه باينة الضرع بتاعه مش متساوي اللي فيه بعض من حلماته ميتة مش منتجة للبن فبعض العيوب دي أبتعد عنها لأنها تسبب خسائر كبيرة تمام دي أخطاء الشائعة عند المربين وبدبوز معاهم موسم الحليب أنت لو تجنبتها إن شاء الله هتاخد موسم حليب جيد أنقولهم أحنا شرحناهم بما فيه كفاية وأتمنى من المشاهد إذا أنت حققت أو استفدت بأي شيء دعمنا بلايك وشارك الفيديو وبرتنسى الاشتراك ليصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر